وخاصة بالشعر والبشرة وبما أننا بقى يا دكتور إزيكي دكتور الأول أهلا وسائل عمنا يا أخوارك منوران ومشرفانا النهاردة مرسي على زوجة أهلين بص يا دكتور إحنا دلوقتي بما أننا بقى قاعدين في البيوت كلنا بقى ستات وبنات ورجالة كمان قاعدة في البيوت عايزين نعرف إيه هي الطرق اللي إحنا نعملها أو اللي إحنا نهتم ببشرتنا بيها وبنهتم بلس طرق طبيعية طبعا لأن دلوقتي مفيش حاجة فتحة طبعا لمراكز تجميل ولا بيوت سنتر ولا أي حق كله قافل عايزين بقى نشوف الدنيا فيها إيه بقى جوا البيت أولا أهلا وسلام بيكم أهلا وسلام بيكم وتشرفت بمعرفتكم الله يخالي ماشيوا وأنا مرسي جدا على استدعاء اليوم في برنامجك مدام هناك أنت منورانا منورانا حقا منرسي على زوجك أنا أولا نصي مصري ونصي جزائري الوارد جزائري والأم مصرية منورة مصر مرسي على زوجك حبيبتي فيه طرق كتير جدا لتنظيف البشرة وفيه البيت ممكن تعمليها طبعا لأنه المراكز مغلقة دلوقتي وكده فمش هنقدر نروح المراكز التجميل ولا حتى عيادات التجميل فبنلجأ للبيت البيت فيه طرق آمنة جدا وحاجة كويسة جدا جدا فيه أجهزة بخار مفيش أجهزة بخار في البيت فاحنا ممكن نحط مربيتة يعني تنجرة حلة يعني كده وشوية ملح فيها ونحطه الشن على البخار بتفتح المسام تكوني حتى كريم عادي زي نيفيا ولا ضف ولا أي كريم مرتب من غير ما أقطع حضرتك بس دلوقتي مشكلة دلوقتي فيه ناس تقولك ما تجي انت بتعمل لازم يبقى فيه جهاز بخار ما فيش جهاز بخار ده ما يأسطرش على اللي بيقوله لما انت بتعملين نفسك بيأسطر على العضلات الوش ده حقيقة؟ لا 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 أبدا هو بس ما يعودش مدة كبيرة دقتين أو تلاتة يتحط البخار على الوش ده في المراكز التجميل أما في البيت زي ما قلت لحضرتك تنجرة صغيرة كده بتحط فيها شوية ملح وتبخريت تحط يفوتها كده تنجرة يعني طبقة طبقة بالبشرة كلها وفي حبوب وحاجات بتفتحيها بطريقة سليمة يعني وبعد كده بتمسحيها بتمسحيها بالقطن بتعقميها وبتخسلي وشي كويس جدا وبتستعملي حاجات طبيعية جدا في زبنة شية ممتازة جدا ممكن تستعملي الزبادي ممكن تستعملي العسل النحل زي جزء الهند يا دكتور ممكن البشرة ده للبشرة حضرتك لو بشرتك دهنية ابعيدي عن الزيوت ابعيدي عن الزيوت اما لو جفة جفة بتستعملي ما فيش مشكلة اما بقول لها حضرتك ده بصفة عامة يعني ناتيو غير بأي بشرة بس حضرتك بتقولي زيت جوز الهند ده بلاش للبشرة الدهنية يعني ايه اللي أنا استخدمه يومي يعني أنا دلوقتي هعمل مصد خلاص انا ايه بقى اللي هستخدمه يومي للعناية ببشرتي يعني ايه اللي هستخدمه كل يوم الخيار ممتاز جدا بالبشرة ممتاز جدا هعمله كل يوم ومش لازم تعملي ماسك كل يوم مرتين بالأسبوع مرة تعملي خيار مرة تعملي زباجي مرة تعملي عسل هدي اشياء طبيعية جدا يعني والسكر ده يا دكتور فينز تقولك سكر وعليه معلقة زيت زتون وتعملي سكراب لل ده للوش اللي فيه حبوب او حاجة علشان تشيل الجلد الميت اللي بالبشرة جميل بالنسبة حضرتك يا دكتور مشرفونا كنا عايزين بس نسأل على ازاي الواحد يعتني بالشعر بالحاجات الطبيعية قبل طبعا ما نتكلم عن الحاجات اللي في مراكز التجميل والله العناية بالشعر برضو فيه حاجات كتير جدا بالعناية بالشعر الزيوت في بعض الناس بيقولوا انها مدرة للشعر فيه ناس شعرها ما بتتحملش الزيوت تتخيالي فيه أنا عندي تجربة في المركز بنحط زبدة زبدة طبيعية زبدة بنحط ممكن زبدة شية بتحطيها على الشعر حمام كريم بس يكون نجيف مفروش حاجة كيميكال تماني؟ هذا أمن طبعا بالنسبة للناحية الطبية في العيادات الأمراض الجلدية بيستعملوا بقى البلازمة وبيستعملوا حاجات كتير جدا للشعر البلازمة البلازمة دي للشعر ولا للبشرة للتنين وده عبارة عن حق ولا عبارة عن ايه حضرتك بصي ده عندي فكرة طبعا كويسة جدا لاني أنا درست جزء كبير عن البلازمة هون بمصر درست هنا في الأكاديمية المفتوحة للطب التكميلي درست البلازمة وحقن البلازمة والميزوسيرابي والحاجات هاي فالبلازمة عبارة عن عينة بناخدها من ايد الكليونت العميل يعني معلش سامحيني أنا بتكلم فرنسي معلش شوية يعني فبناخد العينة من ايد العميلة أو العميل سوى راجل أو ست وبنحطها في جهاز اسمه سنترفيوش اسمه التارد المركزي باللغة العربية بنحطه في جهاز وبنحط العينات هاي طبعا معقمة وكل شي وبنحط الأنابيب فيها بيبقى فيها مادة بيبقى فيها مادة بنشريها جهزة فيها مادة هي هاي بتفصل كرات الحمراء عن كرات البيضاء نسحب بالسرينجة بعد كده وبناخد لع قبل ما نسحب بالسرينجة نعم بالوقت احنا بناخد البلازمة من دم المريض نعم أو العميل عشان هي مش مريضة ولا حاجة من ال بعد ما بناخد البلازمة بنضفلها ايه بالضبطة عشان نحطها للشعر ونحطها للبشعور نحطها كده بنضيف للشعر كالسون كولوريد وبنضيف للبشرة فيتامين سي لو عايزة واحدة مثلا نضارة هي بتعمل نضارة عبارة عن نضارة للبشرة بتضيع الخطوط الرئية قوي بتاع البشرة بس أما نفخ ومش نفخ لا 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 ده السؤال بقى اللي أنا عايزة أسأله فرق الفيلر عن البلازمة يعني الفيلر حاجة والبلازمة حاجة اه طبعا طبعا الفيلر دي مادة بتيجي تتحقن ملو ملو الخدود ملو الشفايف يعني أنا لو عندي مثلا ما عنديش خد مثلا باملة اه بتملي وهي طبعا أسعارها أنا عرف الأسعار عالية جدا 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 أسعارها غالية جدا الفيلر بالنسبة للبلازمة لأ في المراكز التجميل عادي جدا بيعملوها وبأسعار يعني مش غالية خالص بس ما بتعملش نفس النتيجة بتاع الفيلر الفيلر بيملى بيملى البلازمة نضارة نضارة شد بسيط تضيع حبوب الشباب ممكن اللي بيخافوا من الحقن ممكن يستعملوا درما درما حاجة اسمها درما دي كنت عايزين نتكلم عليها نشو الله نتكلم عليها درما رولا غير الدرما بين لا لا الدرما بين اللي دي بتبقى في عيادات الجلدية صحي كده؟ ايوة عند كترة الجلدية اما الدرما لورا في اي بيت ممكن الستة تشتريها معا في كريم طالع برضو برازيلي بيستعمل مع الدرما بين مع الدرما لورا الستة بتنظفوا شوي كويس جدا في البيت بتحط الكريم ده وبتمشي يمين وشمال يمين وشمال لها طريقة كده فوق تحت فوق تحت كده فبتدي نتيجة مذهلة رأسي رأسي وقفكي ايوة طح كده يعني الواحدة مثلا تجيب الدرما ايوة تعملها كده اه عشر مرات كده وعشر مرات كده اه دي رائعة بتدي نتيجة حلوة جدا اه فيه ناس بتخاف من الحقن ما بتحب الحقن بس البلازمة عمتها مش بديلي الفلار لا لا بس هي بتحافظ على بتحافظ على البشرة البشرة بقولك بتعمل ندارة بس ما بتملاش يا دكتور بتملأ وقتها بس بس يعني بنقوم بيها بتملأ بعد كده بس بيضلوا وشك ندر وجميل الشفايف ممكن برضو تدي كم نقطة كده في الشفايف بيدي احمرار وبما بدل ما تقوم من انه مثلا وشك تعبان ومرهق كنت عايز تسألك باية دكتور بالمناسبة فيه حاجة اسمها بلازمة جيل بلازمة جيل دي بتملأ لفترة معينة تقريبا اسبوعين صحي كده هو جهازين ده جهازين بنجيب الجهاز الاول بنحط فيه البلازمة جيل بتبقى جيل زي الفلر شئيلة وبعد كده بناخدها بنحطها في جهاز تاني عشان تبقى سيلة ونقدر نحقنها بس ما بنحط لهاش اي حاجة ولا نحط لها برده لا 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 ولا حاجة فيه ناس بيحطوا كالسيوم كولوريد كالسيوم كولوريد للشعر لا انا بتكلم على البلازمة جيل للوش لا ما بتزديهاش حاجة وبتروح بعد قد ايه حسب العميلة استعمال بقى الوش كتير فيه ستر تتعرض للشمس بتقف قدام يعني بتبقى حط رواميكس المهم كده اسبوعين عشر تيام لا 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 ممكن هي أصلها حقنا واحدة في الشهر حقنا واحدة في الشهر بالنسبة للبلازمة طيب 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 questionnaire زهرت في الاوقات formidable دي جهاز كدهOOM مش عارفة يعني اذا كان صح ولا غلط ATM able to use بيسمونك جهاز القافيتيشن يعني ايه هو اساسا وده بيستخدم في ايه وله هايه السعبية لا 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 ملهوشط هو جهاز رائع جدا له�ه القدرة اول حاجة على سوري جهاز الكافيتيشن له القدرة على إزالة السلوليت ده أول حاجة كويس جدا فإله القدرة على السلوليت له القدرة على تفتيت الدهون له القدرة على تدويب الدهون السلوليت اللي هو الجلد العام زي جلد البرتوكالو البرتوكالو مظبوط كده هو جهاز ناجح جدا وهو موجود برضو في يعني هو تحسين جلد بس يا دكتور ولا دهون لا هو لتفتيت الدهون والإزالة السلوليت وآمن ما فيهوش أي حاجة وبعد العمليات زي الإنجاب والحاجات دي بيبقى الستة عندها ترهولات وكده بيأتي برضو على تدويب الدهون بس مش أي ترهولات فيه ترهولات قوية جدا بالتأكيد الجهاز ده ما بيعملش معه حاجة لا طبعا ما بيعملش طيب فاصل فاصل إن شاء الله ونرجع تاني لحلقتنا ترجمة نانسي قنقر 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 كافيتيشن زي ما قلت لحضرتك أما الكرايو بيجمد الدهون بطرق آمنة بعد العمليات وبيكسرها بيكسر الخلايا الدهنية نفسها بيكسر الخلايا الدهنية نفسها فهمني دلوقتي يا دكتور احنا دلوقتي تكلمنا على البلازمة تكلمنا على الفيلر في حاجة اسمها الميزو السيرابي عايزة عرب بقى الميزو السيرابي ده حق ولا ايه بالضبط وده للشعر ولا للبشرة للتلات حاجات للشعر ميزو فيس للبشرة ميزو هير للشعر ميزو للجسم بادي بيعمل ايه بقى للبادي بيفتفت الدهون الدهون بيخترق الطبقات بتاع الجسم وبيفتفت الدهون ده بنحطه مادة خام يعني هو مادة هو جاي كده هو بييجي كده وفيه ناس بتدربها خام وفيه ناس بتزودها محلول الملح سوليت وده نتائجه ايه او نتائجه هو 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 بينزل بينزل في نعم القصار الجانبية بتاعته لمالوش قصار الجانبية فيه احمرار بسيط بس بعد ما تاخد الست في البطنة او في الارداف او في الزراعين بيبقى احمرار بسيط وفورا بعدها يعني اصدر حضرتك ان ده تخصيص موضعي اه تخصيص موضعي مالوش جاعة بالضايد بقى ولا ده لازم مرتبط بضايد معا ضايد معا ضايد برضو للبشرة وطبعا قليل من الرياضة طبعا البشرة البشرة فيه ميزه للتجميل برضو هو للتجميل زي البلازمة بس انا بنصح بالبلازمة احسن من الميزوفيس الميزوفيس ممكن ينفخ الوش شوية يعمل انفلمسيون يعني التهاب بالبشرة فيفضل البلازمة عن الميزوسيرابي للبشرة اه يعني هو لازم يتحقن يا دكتور فيه ناس بتخاف من الحقن بس اسمع ان هو مش شرط ان هو يتحقن هو افضل للحقن بس اللي بيخاف منه ممكن يتحط في سرنجة ويتحط على الوش بالدرما زي ما قلت الحضر لا هو دلوقتي يتحقن مثلا في البطن ما ينفعش إلا ما يتحقن لازم يتحقن لا لا في البطن لازم يتسيح الدهون اه طبعا انا اضع البشرة دلوقتي انا دلوقتي عايزة اعمل ميزوسيرابي مثلا احقنه ولا ممكن اعمله برضو بالدرما ولا ايه ممكن تعملي بالدرما وممكن تعملي الشعر حقن حقن وممكن بالدرما برضو ممكن بالدرما بالدرما ايه 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 انا اللي اعملها نفسي ولا حد متخصص ممكن لازم تروحي للمراكز التجميل صح في الوقت الحالي مفيش عشان الظروف اللي حصله بمصر يعني بالنسبة يا دكتور يا رب اللهم امين بالنسبة يا دكتور بقال الشعر فيه حاجات طلعة جديد قوي مش جديد طبعا ده بقالها مدة بس احنا بقى ايه يعني طلع بوتيكس للشعر البوتيكس والكرياتين والبروتين فيه ناس كتير قوي تحب تعمله وفيه ناس بتخاف تعمله يعني انا لو انا عندي بنتي وعايزة تعمل يعني مش شرط شعرها يكون مجاعد لا شعرها هو سط انت تنصحيني اعمله ولا بأمانة انا فتح مركز انا فتح مركز ولكن انا مش بنصح اوي بالبروتين هو فيه كرياتين وفيه بروتين لما تحب تعملي تروحي طبعا لما كان تكوني واسكة فيه مليون في المية ماشي ويكون خالم الفورمالين ما يكون فيش بس كلها اسامي اسامي شركات اما هو كله نوع واحد البروتين زي الكرياتين دي اسماء اسماء الاكتر والاقل يعني انا دلوقتي لو انا لو روحتي للمكان امن ومتأكدة ممكن تعملي بروتين بروتين غزة ما تعمليش بروتين اه هل هو علاجي؟ والله فترة وانا بحطه مثلا السنة دي على اخر السنة مثلا يكون راح اضطر اعمله تاني هو لما يتول الشعر بيباني لغسين الجدور بتاع شعرك طبعا بينزل زي السبغة زي التنتير بالزبط بتزبغي وبينزل مع طول شعرك كل ما يتول الشعر كل ما يرجع يرجع لورا لغاية ما ينتهي حسب طول شعر حضرتك اه يعني هو كده كده هيرجع بس بيحتاج ان انا اعيد عليه تاني؟ بتعيدي بقى الجدور فقط لما تظهر الجدور بتعيدي الجدور وانا كل ما تظهر الجدور اعيده ده ما فيش غلط موضع حاجاتك طبعا بيأثر على الشعر بيأثر على الشعر يعني انا نصيحة تعملي بلازمة تعملي حاجات طبيعية اه احسن من البروتين طب بناجع تاني يا استاذة معنا لو مثلا بنتكلم عن حرق الدهون مين اصرع في حرق الدهون الراجل ولا الست لا طبعا الراجل الراجل منطقة الدهون بتتكون في البطن الكرش يعني كده هزعلي الستات من الناس الراجل ليه عشان بتتحول العضلات يعني هو بيخش الجم بيشيل حاجات كده بتتحول عضلات سامحيني الست كمان الانجاب وكده يعني اما الراجل هو بتدوب الدهون عنده اكتر لانه رياضي اكتر من الست الست ظروفها بتسمحش انه مثلا يروح كل يوم الجم اما الراجل بيروح بيجري وبيعمل حاجات زي كده يعني طب يا دكتور دلوقتي البوتكس احنا اتكلمنا عن فلر في بقى البوتكس ده البوتكس ده بيعمل ايه انا اسمع ان هو بيشدوا البوتكس عبارة عن مادة بتتحقن نرفع الجبين نشد الجبين والحواجب ومن هون بس لفوق اما لتحت لا يعني فيه ناس بتيجي تقول انا عايزة احين بوتكس هنا في الخضوط معلش يا دكتور انا دلوقتي عايزة اسأل سؤال تاني كده قبل الحلقة ما تبتهي عايزة اسألك على البلازماج ده جهاز ده جهاز بلازماج دون بعبارة عن الليزر بيلسع هنا كده فوق الجبين فبتكرمش الجفون بعد اسبوع بتنتفخ العين شوية ولازم تبعيدي عن طبعا درجة الحرارة ولازم تبعيدي عن الاضاءة اشكرك يا دكتور انا كنت عايزة كامل معاك بس وقت الحلقة خلص فانا بشكرك جدا وان شاء الله حلقات مع بعض كتير بإذن الرحمن انا اتشرفت بكم مرسي وفرصة سعيدة جدا احنا اسعد اعزائنا المشاهدين وقت الحلقة معنا خلص ان شاء الله الاسبوع الجاي بإذن الرحمن يوم الاكنين انا وصحبتي بإذن الله وكل سنة وانتو طيبين استاذ حنان قولي كلمة بقى نتمنى اللي حتى نكون ضيوف حلوين عليكم ونتمنى ان شاء الله الاسبوع الجاي يكون أحسن يا وب دايما كده متجمعين مع بعض وانسيت اقول حاجة كمان لازم حاجة مهمة جدا والنبي عدوا في البيت